السلام عليكم يا صبايا كيف حالكم؟ إن شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين اليوم هعمل معاكم وصفة الفلافل إن شاء الله بس بالأول نبدأ فيديونا بالصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبه أجمعين الفيديو اليوم بسيط جدا هو عبارة عن أكل هيك في نصف الأسبوع أنا بعمل هيك في نصف الأسبوع فلافل أو مثلا عجة شغلات هيك بسيطة تغير روتين الطبخ تبع اليوم حبيت أشارككم طريقة الفلافل تبعتي سهلة كتير وما بتحتاجي فيها لا مكنة ولا بتحتاجي فيها يعني مكن غالي إنك تعمل تطحني فيه في الفلافل ولا أي حاجة خالص غير المكنة اللي اسمها الكبة اللي موجودة في السوق وهي النتيجة قدامكم بتطلع هشة ومن جوة مستوية بتجنن وأحلى مئة مرة من لما تعمليها على المكنة اللي بتبقى غالية مثلا مولينيكس أو هيك هاي الكبة اللي أنا استخدمتها بيسموها لهلوبة وموجودة في كل السوق سعرها بتراوح من بين 35 شاكل وأطلع يعني ممكن كمان تلاقي منها أنواع وأحجام كل واحدة بتراوح سعرها غير عن التاني هيأجتني هدية هنا أنا هدي اللي هستخدمها استخدمت بسل الفلافل نص كيلو من الحمص نجعته غسلته حطيته بالتلاجة قبل بليلة ونص بصلة وثالث دروستوم جرنفلفل أخضر وربطتين باكدونس هاخد الوريق بس مش هاخد العروج نفسها هلجيت هخلط نص الكمية تاعت الحمص وهحط عليها نص كاسة من المية عشان تسهل عملية الطحن اللي في الجات الأخضر هو نص كيلو يعني نص النص كيلو حطيت وحطيت عليه نص كوباية مية زي ما حكت لكم وطحنته ناعم النص التاني طحنته خشن عشان بديهم يشيله بعض يعني ما يكون كله ناعم وما يكون كله خشن وبعدين هحط الباكدونس العروج يعني الوريق من غير العروج وحط عليها شوية حمص وهطحنها برضه وبعدين هحطهم مع بعض كلهم هجلبهم ومش هحط عليهم ولا بهارات ولا مليح ولا أي حاجة إلا ساعة ما بدي أشكل الفلافل هخلطهم مع بعض وهعملهم باكيتات وحطهم بالفريزر بس هخلي الباكيت اللي أنا هشتغل فيه هيك بيكون شكلهم لازم يعني لما تيجي تحطيهم في الكياس ما تخليهم كتلة واحدة هيك يتخليهم هيك مستوى واحد عشان لما تيجي تفكي يطلع على طوله ينفك من الفريزر هنا عندي شوية جليات بس هجليهم بعض الفلافل أهم شغلة يا صبايا إنكم لما تيجوا تجلوا الفلافل تحطوا لها البهار الطازة بالنسبة للبهار أنا هنا شكلتهم في مكانة الفلافل العادية كلكم بتعرفوها وموجودة في السوق يعني ما فيها أي افتكاسة حطيت بس على الكيس الواحد حطيت معلقة ممسوحة من الكمون المطحون ومعلقة ممسوحة من الكزبر المطحونة ومعلقة ممسوحة من عين الجرادة أو الشبط إنها شايف برضو مطحون وربع معلقة من الكربونة وحطيت معلقة صغيرة ممسوحة من الملح لكل بكيت هذا المقدار اللي أنا بحكي لكم عليه وأبدا يا صبايا ما تحطوله لا مي ولا تحطوله لبهار من أول يعني تخزنوه ببهاره لأنه بيخلي الفلافل السود معاك بنصير ناخد بالمعلقة ونحط في المكانة هادي ونحط على زيت غزير ونار أول ما تحطي تكون شوية سخنة وأول ما تشكلي كل الفلافل تبدأ توطي النار شوي وتضلك تقلبي في الفلافل زي ما أنتو شايفين عشان ما تخلي الفلافل بس من تحت لغاية ما تحماره بعدين ترجع تقليبيها لأنه ساعتها الفلافل هتطلع من الحبة تعملك هيك زي هرم من فوق الحبة الناحية التانية لأ تضلك حطي وقلبيها شمال ويمين عشان النار تسفعها من كل الاتجاهات وتعملك شكل كورة بيكون بالشكل اللي أنتو شايفينه هذا ومن جوه هش ومستوي لأني أول إشي بحطه على النار حامية وبعدين بوطي النار وبظلني أجلب فيه عشان يستوي شوفوا من جوه فاضي كده وخفيفة ولأني طحنت نص خشن ونص ناعم صار الفلافل هيك طعمه بين الخشن وبين الناعم لما يكون ناعم كتير بنكتب معاك حبة الفلافل ولما يكون خشن كتير بتفشكل معاك أثناء الجلي وكمان بتجعكم بسنانكم وانتو بتاكلوه نفسه لأنه عبارة عن حمص هذا الزاتون الأخضر اللي عملته السنة هادي وهذا الزاتون الأسود برضو السنة هادي عملته وهينا بدينا ناكل منهم وهينا تجيتهم من قدامكم وهذا طبعا الفلفل أحمر اللي دايما بحكي لكم عنه فلفل غادة روحوا على قناة غادة وشوفوه هناك عملته بالتفصيل هي قناة المطبخ الفلسطيني المغربي وطبعا حمص واجانا كمان صاحن أيامها من بنت عمي صاحن رمانية وهذا من يومين الكلام وفلفل وبرد شاي وشوية جبنة خيار تماطم هدا أحلى غدا في نص الأسبوع بجد تغيير بيبقى وبنحبه كتير هدا الغدا والفلافل زي ما انتو شايفين تطلع قدامكم شكلها حلو وهاشة وهيك من جوة طرية ومستوية وكنت مرة ساء لصاحب فلافل ايش اللي بيخلي الفلافل كانت أول ما أعملها تسود معايا حكالي ما تحطي لها بصل كتير حكالي كل نص كيلو من الفلافل بنحط له نص بصلة صغيرة فقط يعني أصغر كمية بصل بتنحط على الفلافل بيخلي الفلافل تضل حلوة وما بتسود معاك وحكالي ما تعملي كمية كبيرة وتخزنيها عشان يضلوا معاك يهش وحلو وما يضلوا الفلافل يتغير طعمه بفعل التتليج هاي كانت وصفتنا لليوم وهي كانت الفلافل قدامكم وانا توجدها قدامكم اذا حبيتوها اعملوها وحطوا لي لايك على الفيديو وما تنسوا اللايك شكرا لكم حبايوي وشكرا لمتابعتكم ومع السلامة